تأسيس إشي فخم ومرتب بإذن الله تعالى ضروري جدا أنت كطالب تعرف شو المراحل اللي أنت مقبل عليها شو الدروس اللي رايح تأخذها لأنه أي أساس قوي وراسخ تقدر تبني عليه بناء قوي بإذن الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعطيكم ألف عافية طلابنا الإعزاء في جميع أنحاء المملكة معكم الأستاذ أيمن سعاري معلم مادة لغة الإنجليزية في منصة ثراء التعليمية ومدارس المحور الدولية راح نبلش معكم يا جماعة الخير تأسيس إشي فخم ومرتب بإذن الله تعالى ضروري جدا أنت كطالب تعرف شو المراحل اللي أنت مقبل عليها شو الدروس اللي رايح تأخذها لأنه أي أساس قوي وراسخ تقدر تبني عليه بناء قوي بإذن الله تعالى فالآن راح أستعرض لكم يا جماعة الخير خارطة الطريق اللي رايحين نمشي فيها بالعشر دروس القادمات بإذن الله تعالى ركزوا معي الآن إحنا طريقنا بإذن الله تعالى يا جماعة الخير تبدأ بدك توقف معي هون بار توقف عندي هون أستاذ تبدأ من السنتنس تركتشر لهو شكل الجملي في اللغة الإنجليزية هذا الإشي رايح يساعدك أستاذ في بناء الجمل وتشكيل الفقرات بحيث إنك تكتب موضوع تعبير إشي مرتب وإشي فخم وتقدر تستخرج العناصر الرئيسية الموجودة في داخل الجملة يعني بتصير تميز الـ Subject الـ Verb الـ Object وهذا إشي مهم جدا لفهم معنى الجملة تمام يا جماعة الخير بمجرد ما نخلص اللي هو شكل الجملة رايحين ننتقل للأسماء لأنه إحنا بنعرف شكل الجملة بيتكون أو راح تصيروا تعرفوا إن شاء الله من Subject Verb Object أو Compliment والـ Subject عادةً بيتكون من Nouns و Pronouns فرح نتعرف على الأسماء وأنواعها وعلى الضمائر وأنواع حلأنه في عندنا ضمائر الفاعل وضمائر المفعول به بمجرد ما نخلص من الضمائر خلصنا الـ Subject راح ننتقل للأفعال والأفعال إلها أنواع ورح نحكي عن أنواعها بالتفصيل لأن الأفعال يا جماعة الخير في نوعين رئيسيات لهم النوع الأول Helping verbs اللي هي الأفعال المساعدة والنوع الثاني المين verbs الأفعال الرئيسية الآن في عندنا هون منعطف خطر زي ما أنتم شايفين بعدها بنحكي عن Parts of Speech اللي هي أقسام الكلام وأقسام الكلام رايح تعرفنا على درس تأسسنا لدرس Derivation اللي هو درس الاشتقاق درس الاشتقاق يعني بنصير نميز النون نعرف الفيرب الادجكتب والادفيرب وين مواقعهم وين أنا بقدر أستخدمهم الآن بما أننا احنا تعرفنا على شكل الجملة بننتقل بننتقل إلى كيفية التعامل مع قطع القراءة اللي هي How to deal with reading text كيف ممكن نتعامل مع أسئلة القطع يعني بما أننا بدنا نحكي عن الأسئلة معناتنا رايحين نشرح الأسئلة questions اللي هم الwh questions والyes or no questions ورايحين نحكي بتفاصيلهم كاملة بإذن الله تعالى هون بإذن الله تعالى بتنتهي رحلتنا في هذه المرحلة بعدها رايحين نحكي عن منهاج التوجيه وعلى ماذا يحتوي في الفصل الأول والفصل الثاني بارك الله فيكم نلتقي بكم في أول حصة أسئسية بإذن الله تعالى سلام عليكم موسيقى